اشتركوا في القناة من لحظة ضرب أبراج التجارة العالمية في أمريكا يوم 11 أيلول سبتمبر 2001 اللي ضربة تنظيم القاعدة يعني هلأ ما في داعي يطلع واحد اللي لأوا مؤامرة وهن الأميركان ضربوها مشان ما بعرف إيش أنا هذا الحكي ما كتير بتعاطى معه في سنة 2005 حكت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز عن مفهوم الفوضى الخلاقة بمعنى أنه هاي المنطقة رح تشهد فوضى ورح يكون الوضع في المحصلة وبعد كل شيء قتل وخراب ودمار أفضل من السابقة خلينا نقول بعبارة أخرى أنه القرن 21 من بدايته حروب هلأ صارنا ربع قرن حروب متواصلة كان فيه بالطبع خلال من 2001 لهلأ يعني محطات هدوء واستراحات لكن في سنة 2011 بلش ما يسمى الربيع العربي اللي تحول لحروب أهلية فيه مننا توقفت مثل مصر مثلا ومننا مستمرة بنجاح عظيم بدي ناقش اليوم أحداث السنة الأخيرة على ضوء فرضيتين الأولى أنه تاريخ منطقتنا المنكوبة انقسم لقسمين قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر هذا قبل 7 أكتوبر انساه ما عاد هذا يتكرر أبدا والفرضية الثانية أنه لو ما حكت كونداليزا رايس عن الفوضى الخلاقة شو كان رح يصير أو بالأصح شو كان ممكن يختلف كانت رايس من سقور الإدارة الأمريكية في أيام جورج بوش الأبن طبعا هو من السقور أيضا لأنه هو من حزب الجمهوريين وهو اللي فتح الحروب أو ما سموه الحرب على الإرهاب بعد حادثة 2001 وقبل رايس كانت مستشارة الأمن القومي في أمريكا يعني هالمخلوقة هالمخلوقة الله يستر عليها ما نهويني هون بدي وقف شوي عند عبارة ما نهويني أنا هاي تعلمتها من شاعر من ريف إدلب اترافقنا معه أنا وصديقي تاج دين موسى في رحلة سنة 2008 خارج محافظ إدلب نزلنا بأوتيل فطول ما نماشي في الأوتيل كان عبيحفظ قصيدة لمحمد مهدي الجواهري وأكتر شي كان يوقف عند قوله وتسلم أمتهم فخرت بأنك فخر من تلده يعني الأمة تبعيتنا ولدت حافظ الأسد وبعدين سكرت يعني صار في معا عقم ما بقى بتجيب واحد بهالأهمية كان هذا الشاعر بعد ما يترنم بهذا البيت يوقف ويقلنا والله يا أخي الجواهري ما نهوين كلام كونداليزا رايز على قولة جورج والسوف لا بيقدم ولا بيأخر أنا هذا رأيي لأنه بلادنا بطبيعتها مصممة على الفوضى يعني مو أمريكا وهي وزير تخارجيتها أو اللي إجوا بعدهم هن اللي عملوا الفوضى بلادنا هيك نحن بنعمل فوضى بكونداليزا رايز وبدونا بقلك بلادنا مصممة على الفوضى وأنا أعني كل حرف في الكلمة شو اللي صار واللي عم يصير يا باشا كل بلد من بلادنا كان فيها استقرار العراق والسورية وليبيا واليمن لكن هذا كان استقرار ظاهري أو مثل ما بتحسن تقول استقرار بالصرماي الأنظمة الدكتاتورية كانت ماسكة لبلاد بأيدي من حديد في سنة 2003 إجت أمريكا أزالت نظام صدام حسين بالقوة طبعا وهوب انطلقت الفوضى النتيجة أنه الفوضى صناعة محلية مو أمريكية نحن لازم نفهم دائما ما نخلط الأمور ببعضها وما نهرب من الواقع إلى أفكار أخرى العراق يا حبيب القلب في عرب وكرد وفي مسيحيين ومسلمين وفي سنة وفي شيعة وفي تارات وأحقاد دينية وقومية ومذهبية عمره مئات السنين والشيء الطبيعي لما تزول السلطة الحديدية للدولة أنه تصير في فوضى وحرب أهلية وهذا اللي صار في اليمن وليبيا وسوريا والعراق طبعا مع فروقات كل دولة حسب طبيعتها المهم شو اللي بده يصير في هاي البلاد المنكوبة بعد 7 أكتوبر 2024 مو 23 لأنه تاريخ 2023 صار ورانا هلأ كله هذا الجديد أو المحتمل كله بده يصير بعد 7 أكتوبر 2024 الإجابة على هاي الأسئلة الصعبة جدا والعسيرة جدا ممكنة لكن بدنا نحاول أولا رح تتغير حدود الدول في المنطقة ويمكن يصير تقسيم خاصة في سوريا واللبنان والعراق بتأمل ما يصير بس عم قللك عم بتنبأ اتنين رح تتغير التركيبة السكانية وهذا شيء ما نو جديد مثلا قبل سنة 2015 كان فيه مسيحيين في إدلب اليوم ما فيه مسيحيين في إدلب قبل 2018 كان فيه شيعة بمحافظ إدلب هلأ ما فيه شيعة بمحافظ إدلب وبموجب المصالحات اللي كان يجريا نظامه روسيا في ريف دمشق حتى يجري في حوالي العاصمة تم نقل أشخاص بعشرات الباصات الخضر محملين بالسنة هاي الباصات لوين إلى إدلب يعني إدلب اللي كان فيه تنوع قبل 2015 صار فيه اليوم فقط كيان السني ومتعصب أيضا وعم صير حاليا عبور الشيعي من جنوب لبنان عبر سوريا بالألوف لوين إلى العراق لأنه هنيك فيه شيعة أكتر ملاحظة أنا ما فيني أعرف كيف رح تستقر هاي التركيبة لكن من المؤسف والمحزن والمبكي أنه بعد كل هاي سنين تصير تكتلاتنا السكانية زاد طبيعة دينية أو مذهبية شيء مرعب فعلا ثلاثة رح تتغير التحالفات والإصطفافات وطبيعة الدول وعقلية الشعوب بعد 7 أكتوبر 2014 هذا البند الأخير تبع عقلية الشعوب وكيف ممكن تتغير ما نسهل لكن مفيد جدا إذا حصل وخاصة إذا كان تغير نحو الأفضل وممكن إذا تغير نحو الأفضل يوفر علينا كتير من الخسائر البشرية والاقتصادية أربعة رح تزول الميليشيات الإيرانية لكن بصعوبة ممكن تصير حروب شوارع لأن الميليشيات التابعة لإيران مسلحة ومسيطرة ما تزال في بعض هاي الدول تبعنا وخاصة عنا بسوريا وبلبنان خمسة هذا البند السابق بند رابعا بيحتاج لشرح مبارحة محمد السوداني رئيس وزراء العراق طلب من الميليشيات الإيرانية تغادر أرض العراق السياسي العراقي المعارض عمر عبد ستار عم يتسأل أنه ليش عبتطلب منه نغادروا هدون لازم يتحاكموا لأنه مرتكبين جرائم يعني ما بيكفي أنك تقولهم روحوا كأنك أنت عبتمرؤن أو أنت عبتنجيون مقتضى الصدر هذا واحد من أصحاب المرجعيات الشيعية في العراق طلع بفيديو وهو مزعور وعم يحكي أنا بدي أتزل السياسي وقال هذا واجب شرعي ليش بقى أخيوه واجب شرعي هلأ يعني بعد 2024 بعد 7 أكتوبر 2024 واجب شرعي صار هذا أنه قالها وبراءة الأطفال تشععوا من محياه ستة السبب الأساسي لتصريح محمد السوداني أنه بعد غزة وجنوب لبنان يعني بعد ما تفرغ إسرائيل والدول الداعمة إلن من غزة وجنوب لبنان وضرب إيران هذا المحتمل أو المؤجل أو اللي لسه عبندرس الدور رح يجي على الميليشيات الإيرانية في العراق ومعروفة هي أسماء هاي الميليشيات ولا تستبعد كمان أنه يجي الدور على الميليشيات السنية المسيطرة على شمال سوريا أنا شخصيا ما بستبعد نظام بشار الأسد اللي هو نظام حافظ الأسد يعني متل ما بتعرفه صار له أكتر من سنة عم يحاول يفكفك علاقته بالحلف الإيراني ومتبع مبدأ النقيب النفس عما يجري في غزة وفي لبنان وعم يستعد للتحالف مع محور السعودية وأيضا المحور الأمريكي الإسرائيلي يعني ما بس المحور العربي ها انتبه وعلى الرغم من حذر النظام الشديد صار يجرأ ويمنع بعض المظاهر الدالة على السيطرة الإيرانية الميليشيوية في سوريا مثل إجبار السائقين على قلع صور حسن نصر الله عم بلور السيارات بالقوة وبعد ما تتطور الأحداث كمان شوي ممكن تجي لحظة بشار الأسد يعطي أوامر لجيشه ومخابراته بإخراج الإيرانيين من سوريا بالقوة طبعا هاي ما رح يعمل ليصير هو مأمن أنه ما رح تجيب آخرته أو تجيب أجله وممكن تصير حرب شوارع لأنه هدول الجماعة الإيرانيين وميليشياتهم وهذا الوجود الإيراني ما نسهل ولا يمكن أنه يلقي سلاحه بسهولة أنا هيك بتوقع طيب التصريحات الإسرائيلية بأنه الأسد باقية ده حكيت أنا بالفيديو السابق بآخره في صحيفة التايم قالت إسرائيل سيز أسد أو مست سيز يعني أنه الأسد لازم يبقى هاي في إلى مقابل يعني أنه هن شو اللي محببون في بشار الأسد يعني هن بيعرفو أنه كان منخرط في الحلف في الحلف تبع إيران هذا اللي بيسموه حلف الممانعة هلأ أخذ الوضعية وعم يحاول يخرج من هاي القصة بس شو المقابل المقابل أنه يساعد في حرب على الميليشيات الإيرانية وإلا بالأخير يعني الإيرانيين لازم يطلعوا بأي طريقة أو أنا بفضل نستخدم عبارة أنه لازم ينقلعوا الحديث اللي عم نقود فيه بصراحة مخيف ومرعب يعني وكأن المنطقة رايحة على أنه صير حريق كلها لذلك لازم نرتب أفكارنا ونحكي عن التغيرات المتوقعة أو المحتملة ضمن بنود أول شي هاي الحرب الدائرة قوية وشرسة لكن ما فينا نشبهها بالحروب العالمية هونيك في الحرب العالمية الأولى والتانية في كل حرب في محورين كل محور فيه عدة دول ليس دولة واحدة هون في عنا طرفين رئيسيين إسرائيل وإيران هيك من حيث المبدأ إسرائيل إلى حلفاء أقوية جدا واقفين معا اللي هن خاصة أمريكا وبريطانيا وبعض دول أوروبا أما إيران فما لحد ما في حدا واقف معا هاي حقيقة يعني وتوصيف للواقع الدول المصنفة كأصدقاء لإيران مثل روسيا والصين عم تفرجوا عادينا عم تفرجوا الصين أصلا ما بتدخل حروب معروف هذا الشي روسيا مو بس ملتزم الحياد بجوز ضمنا عم تتمنى هزيمة إيران في سوريا تحديدا اثنين ما رح تتوقف هاي الحرب قبل القضاء الكامل على حزب الله والحوسيين والميليشيات العراقية الموالية لإيران هذا توقع وضرب عناصر القوة المتبقية عند إيران اللي خلتها توصل لهذا المستوى من التمدد في المناطق تبعنا تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بما معناه إجا بما معناه إنه الضربة اللي نحن عم نرتبها لإيران ما حدا رح يعرف كيف رح تصير ورح تكون مدهشة ومذهلة ويمكن يكون الأمر بنسبة لإيران نفسها إنه غامض وما تعرف إنه كيف نضربت ما بعرف إذا هذا الكلام فيه تهويل ولا فيه حرب نفسية ولا هو حقيقي لأنه يوم ضربة البيجار ما كان حدا نمنى لما سفقنا الصباح كان فيه ضربة من هذا النوع الكبير اللي ما هو محسوب فعلا ثلاثة الإسرائيليين بهاي الحرب الطويلة جدا والشرسة جدا عم يتكبدوا خسائر بشرية وأيضا خسائر مالية وفي العتاد ومن كل النواحي وخسائر اقتصادية طبعا لكن هذا بنسبة إلهم محسوب ومتوقع وهن دائما مسنودين على أمريكا إنه دائما بتعوضون لكن من وجهة نظر الإسرائيليين لابد من الحرب ليش هون لازم نفهم أربعة لأنه الحروب السابقة اللي كانوا يشنوها على حماس وحزب الله كانت محدودة كانت حماس تضرب صواريخ إسرائيل ترد بالقصر وتتوقف الجولة ويبقى كل شي على حاله بمعنى إنه خطر حماس على إسرائيل كان بعد كل حرب محدودة يبقى مستمر في سبع أكتوبر اتضح إنه القوة الموجودة عند حماس والضرب تبع حماس ما نوضرب أصحاب يعني ما نو عملية بسيطة قامت إسرائيل بالحرب هون بعد هاي بعد سبع أكتوبر اللي ما إلى مسيل من 48 لليوم في تاريخ وجود الدولة الإسرائيلية بدك تقول صارت حرب وجودية بالنسبة إلون قول هذا الحكي ولا تخاف صارت المسألة هون تتلخص بإنه وجود حماس في خاصرة إسرائيل صار بده استقصال أنا شخصياً ما باهتم بالتحليلات اللي بنشوفها على محطات تلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي اللي بيقلك إنه كان نتنياهو قبل سبع أكتوبر وضعه مهلهل ومقلقل وفي عليه نقمة ضمن إسرائيل وكان بده ياخده على المحكمة وإجته عمليه سبع أكتوبر على طبق من زهب وإنه بالأخير هو أنقذته ولازم يشكر حماس من هذا الحكي هذا كلام مثل الكي على البردعة هيك عنا المثل بيقول بعدين إجا طلعي نعيم قاسم عبيقول أنه نتنياهو لم يحقق أهدافه لا يا ليش أنت بتعرف شو هي أهداف نتنياهو وأكتر من هيك أهداف حتى الآن ممكن يحقق بعدين في ناس بيقول لك لأنه هذا يمين يمين إسرائيلي متطرف يعني لو كان في سبع أكتوبر ما كان نتنياهو هو اللي كان مسلم السلطة لو واحد غير ولواحد معتدل وصارت هاي العملية تبع سبع أكتوبر هذا المعتدل رح يسكوت يقول لهم خيوه أوكي حماس ما يمشكله يعطيكم العافية إذا بيعمل هيك بدقيقة الإسرائيليين بيسقطوه وبيطالعوا خلال هاي الفترة تبع 8 أكتوبر 9 أكتوبر بيطالعوا حكومة جديدة وبينتخبوا أقصى اليمين المتشدد هذا كلام ما بيدخل فيه سياق السياسة يعني عبارة عن أنه ناس عندهم كلام بدون يقولوا خمسة مشكلة إسرائيل مع حزب الله أكبر وأعقد من مشكلته مع حماس بكتير حزب الله لأنه هو أكبر ميليشيا تاب على إيران في المنطقة وأقوىها وأكثرها تسليح وتدريب وعتاد وصواريخ لذلك أثناء الحرب على غزة كانت إسرائيل عم تحصف مواقع لحزب الله وعم تغتال شخصياته في لبنان وسوريا ولما تقريبا انتهت غزة انتقلت إسرائيل بالجيوشة إلى جنوب لبنان وفتحت المعركة اللي أنتوا شايفينها ستة في سؤال يمكن يراود الإخوة المتابعين لهاي الحروب انه شو فرق حرب 2006 عن حرب 2024 أولا بال2006 كانت حرب فجائية جماعة حسن نصر الله دخلوا ع إسرائيل عملوا عملية جابوا أسيرين وقامت إسرائيل ردت ونجرت للحرب وفوجئت بأنه المعارك البرية مو ممكن تحقق فيها انتصار بسبب التحصينات وطبيعة المنطقة وأنه هي بالأصل مو حطة خطة كبيرة لهاي الحرب لأنه لو كانت هي اللي بدياني الحرب كنت بتشوف العملية غير شكل فاكتفت بالقصف والتدمير والتهجير وبعد 33 يوم من الحرب قبلت بوقف اطلاق النار مع أنه إسرائيل بالعادة انتبه ما بتكترس بالقرارات الدولية بس وقتها قبلت لهاي الأسباب اللي شرحناها اليوم الحرب مختلفة جدا 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 فيه تفوق تقني واستخباراتي ومن كل النواحي إسرائيلي واستنزاف قدرات حزب الله صارت من قبل إسرائيل على مراحل وتمكنت من قطع الرؤوس المدبرة لتنظيم حزب الله كلها العسكرية والمخابراتية والأمنية وحتى السياسية وعم تحاول تقطع الاندادات عنه اللي كانت تجي من سوريا يعني تقريبا كمان اتوحدت القوى اللبنانية الأخرى ضد حزب الله شوف انت ارتدادات الحرب اللي من هذا النوع دائما إلى آثار في ارتدادات ما بقي قدام حزب الله غير انه يفاوض على بقاءه كحزب سياسي او يستسلم ويسلم أسلحته للجيش اللبناني هو الحقيقة هذا الحكي انا بستة وعشرين تسعة قبل ما ينقتل حسن ناصر الله عملت فيديو قلت فيه انه ليش حزب الله ما بيلاقي تسوية وبيجنب لبنان هاي الحرب لكن لا لأنه حتى أمس من فترة كانوا على وشك يعملوا صفقة قام اجا وزير خارجية ايران قالوا لا نحنا بدنا نحارف في خربط الأوراق اللي كانت موجودة سبعة فينا نحكي عن الحدود انا بتوقع اسرائيل تفرض في جنوب لبنان منطقة يدير الجيش اللبناني اول امم المتحدة وتتأكد انه ما عاد فيه خطر ابدا على سكان شمال اسرائيل وبشكل دائم مو مؤقت لانه في الحروب السابقة كان دائما يصير حلول مؤقتة هاي الحرب مختلفة عن كل حروب اسرائيل انه 48 لليوم من هاي الناحية انه ما رح يبقى اي خطر مستقبلي لانه اذا بقي الخطر عشر سنين اخرى رح تصير حروب اكثر شراسة واكثر ضحايا واكثر خسائر فهي كأنه هاي صارت الحرب انه لابد منها تماني انا بعتقد انه اسرائيل مستحيل تنهي الحرب على غزة قبل ما تستعيد الاسرة والرهائن وما عدت عندي امل انه يسمحوا باقامة دولة فلسطينية بعد اليوم يعني دولة فلسطينية هي بالنسبة الهم عم تصير مصدر ازعاج دائم وخطر دائم على سكانهم في المستقبل ف بعتقد انه عملية 7 اكتوبر اللي قامت فيها حماس قدت الى استحالة اقامة دولة يعني كانت ضارة جدا بالقضية الفلسطينية ممكن يعمل غزة منطقة حكم ذاتي فلسطيني وبادارة متفق عليها على ان تكون تابعة للدولة الاسرائيلية تسعة تسعة فيه احتمال كبير يتحرر العراق من الهيمن الايرانية بنتيجة هاي الحرب لانه ايران نفسها رح يصير فيها تغيرات ويمكن نظام الملالي يسقط او يتغير وهذا الشي انا بتأمل انه يصير عشرة واخيرا يعني برأي انه السوريين لازم يرفضوا اي طرح يؤدي لتقسيم سوريا يوقفوا يواجهوا هذا الامر يشتغلوا على اعادة سوريا متل ما كانت قبل 2011 ضروري جدا التخلص من الارهاب بشقيه الشيعي والسني وانه تصير سوريا دولة علمانية ديمقراطية محترمة اشتركوا في القناة